أولى صدرات شركة سامبول جزائر من آلات الحصد والدرس من الجيل الجديد هي للسوق النيجيرية في إطار مسعى هذه الشركة المختلطة الجزائرية الفلندية تابعة للمجمع الجزائري للميكانيك تصدير قسم من الإنتاج إلى الخارج وكأولوية إلى البلدان الإفريقية كما تحتفى المنسبة نيشين مع اليوم المنسبة من المنسبة من المنسبة من المنسبة وكما تقترس من اليوم المنسبة من المنسبة للمنسبة 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 لنقصة الجزائرية تجمع الجزائرية في منظرة الحصد واليومية الأقضاء يدعون جزائرات شركة سامنة في القطوة وكأولوية termina تعلق تنمع الجزائرية الفلندية ثم تتتحسنين من البلدان الإفريقى ترسلًا كمن جزائرية الفلندية ثماني سنوات من النشاط صناعة وتركيبا تنفرد به الشركة عربيا وإفريقيا أكسب عمال الشركة خبرة وتجربة كبيرة جعلها تحقق نسبة دماج فاق الـ 65 من المئة لعتاد تعزز أخيرا بهذه الآلة لاقتلاع الحجارة كمرافق لمخطط استصلاح مليون هيكتار أمل الشركة إدراجها في خانة العتاد القاضع للدعم مع طبعا إبقاء التطوير مصلحة ما بعد البيع والاستجابة قدر المستطاع لانشغالات الفلاحين الفلاحين نحن نفعل دمانسترات في كل مدينة لتحقق المنطقة لتحقق المنطقة في 2010 عامنا الحمد لله أنا في إنتاج جيد الحمد لله مخصنواره معهم الآن النوعية هي الأساس النوعية هي الأساس آلات هذه كانوا آلات أكياس والليوم أصبحت فيه تطوير ومن ساير التكنولوجيا أصبحت اليوم الآلة آباك وكليماتيزة ومن أجل توفير الراحة للفلاح باش يعمل في بيئة جيدة مرتاحة أكبر أكثر من القديم أربعة ملايير دينار رقم أعمال الشركة بأرباح فضلت الشركة بدل توزيعها إعادة استثمارها بتجهيزات عصرية للإبقاء على جودة المنتوج المشهود له